ينضم إلينا من كابل عبدالله نادر مرسل غد عبدالله ترقب عالمي والأنظار تتجه سوب أفغانستان انتظارا في الإعلان عن التشكيل الحكومية ما الجديد؟ نعم الأوساط الأفغانية كذلك تترقب هذا الإعلان عن الحكومة الجديدة فيما أفادت مصادر طالبانية من داخل القصر أنه من الممكن ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في خطبة الجمعة التي تستمر الآن في العاصمة كابل ومن الممكن أن يعلن عن هذه الحكومة الجديدة بعد صلاة الجمعة وذلك إذا ما لم يتم تأجيل هذا الإعلان فمصادر طالبانية تؤكد الإعلان عن الحكومة الجديدة بقيادة الملع عبدالغني برادر الذي يعتبر أهم شخصية في كيان حركة طالبان لحد الآن وهذا الشخص هو الذي قاد المفاوضات مع طرف الأمريكي كما له أهمية بارزة في المجال السياسي في حركة طالبان وهو صهر مؤسس الحركة الملع محمد عمر وبالتالي تتجه الأنظار وتترقب الأوساط الأفغانية هذا الإعلان بكل شغف وهناك كذلك تقارير بأن أعضاء في نفس الوقت هناك مظاهرات أيضا نسائية في هيرات وأيضا في كابل اليوم نعم شهدت العاصمة كابل خروج عدد بعشرات من السيدات الأفغانيات في تظاهرات احتجاجية وذلك بأنهن كنا يطلبنا بحسب ما سمعنا من أصواتهن وكذلك نعاراتهن كنا يطلبنا المساواة مع الرجال وكذلك هذه التظاهرات كذلك خرجت أمس الخميس في مقاطعة هيرات الغربية وكنا كذلك طلبنا هناك أيضا المساواة مع الرجال هذه التظاهرات تخرج بعدما أكد طالبان بأنها لن تسمح لسيدات الأفغانيات بتولي المهام الرفيعة في مجلس الوزراء وكذلك مهام وحقائب رفيع في الحكومة المقبلة فتخرج المرأة الأفغانية منددة بهذا القرار وهي تطلب المساواة مع الرجال وخاصة في الدوائر الحكومية وكذلك في مجلس الوزراء يبدو أن حركة طالبان لن تسمح لسيدة الأفغانية بتحمل هذه المسؤوليات الكبيرة والرفيعة كالوزارات وكذلك كالرئاسات ومعهدنا من حركة طالبان أن قراراتها وكذلك فرماناتها صارمة قاطعة لن تتنازل عنها نعم عبدالله نادر مرسل غد كنت معنا من كابل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا